أنا مش هقعد بقى إن أنا مستني وإن أنا أقول لأ خلاص لأ لازم أجي على نفس شوية وقت مرة كويس واستنى فرصة لما تيجي أزدت للناس كلها والإجهاز الفني إن أنا أحق بالمكان ده تمام اللي ممكن أنت وحسام وشريف وإحمد فتحي مع ترامب الألقاب يعني بتضربوا مسأل كبير جدا إن المفروض خلاص الشهر هيقلص ومفروض يبقى فيه تجديد العقود لكن ما بنشوفش أي تأثير لموضوع تجديد عقدك مع النادي الأهلي بنشوفك مقاتل في الملعب بتنزل في أي وقت بيقولك عليه فيلر فأعتقد بتضربوا مسأل جديد في كيفية التعامل مع النادي الأهلي في وقت صعب جدا باكة تمام الموضوع ده منتهي خالص يعني ما فيش يعني اللي بيربطني بكواليد سينمان أو اللعبة الكبار أنت ذكرتهم بالنادي مش موضوع عقد ببطني بيه حاجة كبيرة جدا وكمان مش موضوع كلمة يعني نحن طبعا الناس كلها عارف أن نحن النادي بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا وزي ما قلت أن أي حد يتمنى يكون موجود في النادي الأهلي موجود في الكهان الكبير أن كل يوم أو كل ساعة بتعدي عليه نحن كمان يعني بنزود في رصيتنا بنزود في تاريخنا بنزود في إنجازاتنا وده اللي بنحاول أقول اللعبة الصغيرة أنك أنت محظوظ أن أنت في مكان كبير استغل المكان اللي أنت فيه عشان مش هتعمل تاريخ وهتعمل نفسك كبيرة غير من المكان ده عشان كده الموضوع اللي بيننا وبين النادي أو العلاقة اللي بيننا وبين النادي أكبر بالعقدة أكبر بالأي حاجة نحن لازم نكون موجودين لو لآخر لاحظة أو آخر ساعة زي ما بقوله في النادي لازم هنعمل اللي علينا أنه نحن يعني بطوة الكرة نحن مشجعين قبل عيب الكرة أنت بتشجع الأهلي قبل ما تلعب أه طبعا يعني موجود